أصدر خادم الحرماني الشريفين الملك سلمان من عبد العزيزة السعود توجهات بإيداع مبلغ ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني وأشارت وكلة الأنباء السعودية إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام المملكة في رفع المعاناة عن الشعب اليمني ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية جرأ معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية وأوضحت أن من شأن الوديعة أن تعزز الوضع المالي والاقتصادي في اليمن لا سيما سعر صرف الريال اليمني مما سينعكس إيجابا على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين ونوهت وكلة الأنباء السعودية إلى أن مجموعة ما قدمته المملكة كوديعة للبنك المركزي اليمني يقدر بثلاثة مليارات دولار أمريكي